مقاومة بعض الناس لفكرة اللعبة نفسها يعني حتى مش البنات ممكن أولاء الأمور ممكن المشاهدين نفسهم يعني حتى شفت بعض التعليقات في أثناء المباراة كان نفسي أخش على واحد واحد أقول له حبيبي البنات دلوقتي بتلعب كل الألعاب مش بس كرة القدم إيه مشكلتك مع كرة القدم البنت ما تلعباش وتلعب أي لعبة تانية يعني مش بابقى فاهمها يعني وده حقيقي إحنا عندنا مشكلة العنصرية شوية في الموضوع إن البنت أو ست أو مع أننا شايفة أننا الحمد لله دولتنا الوصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعب المرأة في كل المجالات وخاصة في المجال الرياضي فبالتالي أنت بتتكلم في إيه إحنا موجودين وبلينا دور والبنت منحقها تمارس اللعبة بلاقي طبعا انتقادات كتير قوي بتزعلني وبتضيقني ولكن أنا دايما صبرت للبنت وهفضل صبرت لها للعبات كرة القدم النسائية في مصر سواء كنت موجودة أو مش موجودة لأن ده دوري اللي أنا كمان شايفة أنها مؤمنة بيه كمان يعني هو مش موضوع أن أنا بدعمك وخلاص لأنا مؤمنة أن أنت من حقك تمارسي اللعبة اللي بتحبيها بطريقة محترمة وطريقة لائقة وفي نفس الوقت إحنا عندنا لعبات متميزات فأنا مش موجودة علشان أدعم ده موجودة عشان يكون عندنا منتخبات قوية موجودة عشان يكون عندنا لعبات عندها ثقة في نفسها لأنه خلينا أقولك أن التنمر ده أكيد بيأثر نفسيا على اللعبة وعلى أهلها كمان ما بيشوفوا ده أكيد بيأثر بالسلب طبيعي أننا في 2024 داعمين لبناتنا في كل حاجة في مرسط الرياضات كلها وخصوصا كرة القدم النسائية طيب دكتورة عايز أسألك أنت أكيد لك دور كبير مش بس على تنظيم المسابقات دور كبير في نشر اللعبة نفسه في الأندية في ملاكة الشباب في أماكن كتيرة جدا المجهود اللي أنتو بتعملوه لو تشرحوا لي عشان كتير قوي من أولا الأمور حتى هذه اللحظة مش متفاهمين فكرة أنه بنتي هتروح تلعب كرة ممكن تلعب جنباز مثلا بس ما تلعبش كرة ممكن تلعب بانك بونك بس ما تلعبش كرة إزاي الناس أنا ملاحز أنه الناس بدأت تتفهم ده وتمام بنتي تلعب كرة إزاي بتعملو بقى نشر للفكرة دي نشر للعبة من أول يوم برضو يعني هقول حالتك حاجة أن أنا اشتغلت في التجاهات كتير قوية علشان تقدر تحقق التطور ده دايما كنت بوصل مع الأندية رؤساء الأندية مثلا الحج محمد مسترحي في الإسماعيلي الحج فرج عامر في اسكندرية وكنت بروح زيارات الأندية دي لدعم البنات في تمريناتهم وفرقهم عندنا في الإسماعيلي روحت برضو قبل كده فيه اهتمام كبير مني أنه يبقى فيه مسابقات مختلفة مراحل عمرية مختلفة أن البنت ما تبدأتش لعب كرة من سن كبير بس لا تبدأ من السن الصغير عشان تحقق مستوى مهاري أحلى دور كمان المسابقات عندنا افتحاد الكورة أن نحن بيشتغل على مراحل عمرية مختلفة فأكيد دي كلها بيساعد أن نحن نشر اللعبة في مصر مركز الشباب عندنا كنت منزل أعمل إيفنتات لكورة النسائية في مركز الشباب حتى عندنا في الشرقية في مركز الشباب مدينة فقوس فبالتالي أنت بتعمل محاولات واهتمام بشكل كبير قوي في اتجاهات مختلفة علشان تقدر تحقق النجاح المطلوب أو المرجو هيل